لم تعد الكمامات للوقاية من فيروس كورونا فقط وإنما صارت تستخدم للموضة أيضاً بعد طباعة أشكال مختلفة عليها وبألوان براقة فضلاً عن إضافة الحجر والكريستال زياد طارق ينحدر من محافظة البصرة هو أحد المصممين الشغوفين بتغيير شكل الكمامات وجعلها تتناسب وموضة الأطفال والبنات لا سيما المقبلات على الزواج في زمن كورونا هذه الكمامة شيء وقائي أكثر مما هو شيء تجميلي لكن نحن بالوقت الحالي بدأنا نشتغل بعض الدزاينات التي تضيف رونق وجمال وتعطي للمقابل قابلية أن يحبها ويلبسها بصورة مستمرة نحن نستعمل بعض المواد التي هي مثل فلاتر تكون داخل الكمامة وعلى أساسها نضيف بعض الأشياء واللمسات الفنية موضة الكمامات بأشكالها الجديدة صارت تثير جدلاً في الشارع في ظل اهتمام البعض بشكل الكمامة الوقائية التي تتمتع بمظهر جميل هي صارت جزء من الستايل اليومي اللي يرتدون الناس فبالتالي أكيد بدأت تأخذ انطباعاتهم شخصياتهم بدأت تنعكز على شكل الكمامة عراقياً موهل قد ممكن يكون واقعي هذا الموضوع بس ليش لا إذا شيء من الخيال أنا معا معا أنه تكون عليها رسمات شكلها هواي مملة بورينج يعني صحيح بينما يرى آخرون أن الاهتمام يجب أن يكون منصباً على مدى مطابقتها للشروط الطبية التي تقي من خطر الأصابة بالفيروس وتمنع نقل عدوى المرضى أهم شيء درجة الوقاية من الفيروس لانية تحتل الصدارة في المطلب أنت تعرف اليوم هو الغاية من لبس الكمامة هو الحماية حماية الشخص يحمي نفسه وحماية الآخرين من تأثيرها ربما إذا كان يحمل هذا المرض وفي ظل ارتفاع مستوى الطلب على الكمامات شح وجودها وارتفعت أسعارها في الصيدليات بعدما صار يمثل ارتداءها بالأضافة إلى القفازات جدار الحماية الأول من الأصابة بكوفيت 19 خصوصاً وأن الأطباء يؤكدون على لبسها اشتركوا في القناة